إلى واجهة الأحداث عدى رغيف الخبز مع تلويح أصحاب الأفران بتصعيد تحركاتهم ما لم تعمد الدولة إلى تلبية مطالبهم في رفع كمية الطحين المدعوم مؤكدين في مؤتمر صحفي عقده اتحاد نقابات أصحاب الأفران أن الأفران باتت تعوض النقص الحاصل في الطحين من جيبها وذلك نظرا إلى ارتفاع تكلفة طن القمح من جهة ولزيادة عدد المستهلكين سيما مع تضفق النازحين إلى لبنان من جهة ثانية نحن ندب الصوت ونقول الكمية اللي عم تعطونا إياها رح نشتغلها ونوقف ما فينا نحن نروح نشطط حين على 800 ألف سارة طون هذا هو كل شيء اللي نحن عم ندركه حتى ما يقولوا الأفران عم تصاعد وبهيك أوضاع نحن عم نقول لنا عم تعطونا 18 ألف طون رح نشتغلون ونوقف وهي جمعية الأموية يدامكم وسمعتوها وشي حكيت يعني اليوم عم تعطوا مهلي لعشرين شهر؟ عم نعطي مهلي هلأ هلأ يمكن أكتر من عشرين شهر هو بثلاثة عشرين أربع عشرين بتخلص كل الكميات ثلاثة عشرين أربع عشرين كل كميات الأفران بتخلص ونطف البلد بلد خفز لأخر شهر؟ منرجع منوقف أسبوع ونرجع ونبلش من جديد لأنه نحن ما رح نشتري هذا الشهر طحين على سارة العالي وأكد أصحاب الأفران أنهم عرضوا قضيتهم في رسالة بعثوا بها إلى وزير الاقتصاد ولم تجل الاستجابة لمطالبهم حتى اليوم